اشتركوا في القناة كما كروه يسيب القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الموضوع تحت الاقامة الجبرية سيكون حتما موضوع ملاحقات جنائية داخلية ودولية كما اذاف سيف الدين مخلوف في ذات التدوينة متوعدا كل من تورط في احتجاز نور الدين البحيري خارج القانون مؤكدا انه لا توجد في القانون جريمة اسمه التهديد بالملاحقات القضائية كما قاعدين تسمع ذي كانت رسالة سيف الدين مخلوف الاطراف المعنية اللي قامت باحتجاز نور الدين البحيري لحد الان مزال تحت الاقامة الجبرية وما ثم حتى قضية لحد الان امور معناه قانونية نحكيه في حق نور الدين البحيري زادة رسالته كان توفح على الوزير الداخلية ورئيس الجمهورية قاسي سعيد كما نعرف انه وزارة الداخلية الدخلته قامت بالقبض على نور الدين البحيري وقالت اللي عندها ملف كامل تجاوزات كبيرة ياسر في حق نور الدين البحيري والنيابة العمومية ما تحركتش قالت الملف ما فيش الادلة الكافية ولهنها بقات مشكلة ما بين وزارة الداخلية والنيابة العمومية وعلى ذيكا خرج رئيس الجمهورية قاسي سعيد في عديد المرات ما نفذ ظهوره متاعه في مجلس الوزارة ويقول ويعاود انه مجلس الاعلى القضاء مخترق على ذيكا نور الدين البحيري عنده دوسي حاضر عنده وزارة الداخلية لكن النيابة العمومية ما نعرش كيفاش نحو الادلة الكافية من الدوسي اللي عندها وزارة الداخلية هي اللي قامت حاجز نور الدين البحيري هم يقولوا حاجز نحنا نقولوا ايقاف هو تاو تحت الايقام الجبرية حالته متدهورة على اللخر نوعا ما هذي الكلام اللي باقي يداول ياسر مواقع تواصل اجتماعي وحتى على سياسيين معنا نفس الحديث اللي قاعدين يقولوا فيه تخلي في اضراب جوا عنده سكر وعنده الدم معناه اموره صفابا ان شاء الله ربي يشفيه ويبقع لي ستر احنا ما نشمته في حتى انسان لكان غلط يتحاصب بالقانون لكن في ساحة بدنه ان شاء الله ربيش فيه ويعافيه وكان غلط في حق الشعب يتعاقب بالقانون لكان ما غلطش يرجل عائلته كما لعبادي الكل لك وما انت اقولش عليكم وهكا كونو سننا الى نهاية الموضوع